اشتركوا في القناة قبل لحظات الحصة التدريبية الثانية خلال المعسكر الحالي للمنتخب الوطني تحسبا للمواجهة المزدوجة مما منتخب الطوغو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كاس أمم إفريقيا 2025 الميرانو التدريبي عرف حضور كل اللاعبين وسط أجواء مريحة حيث يهدف رفقاء القائد الرياض محرز لتحقيق الفوز الثالث في التصفيات والاقتراب أكثر من حسم ورقة التأهل مبكرا إلى الموعد القاري ومن المنتظر أن يلتحق أشبال المدر فراديمير بيتكوفيتش بمدينة عنابا ظهر الغد على أن يخوض مساء حصة تدريبية بملعب 19 ماي الذي سيحتضن المواجهة يوم الخميس المقبل بداية من الساعة الثامنة مساء وقبيل الحصة التدريبية للمنتخب أدل لعبو المنتخب الوطني بتصريحات لوسائل الإعلام الحاضرة حيث أجمع كلهم حول ضرورة المواصلة في سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز بالأداء والنتيجة أمام الطوغو نتابع نحن جاهزون وصلنا أمس لدينا حصة تدريبية الآن وسنواصل العمل إلى غاية موعد المباراة إذا لعبنا جيدا هذا يعني أننا سنفوز لا تهمون الحسابات لأننا سنقدم أفضل ما لدينا كالعادة نحتفظ بذكرى جيدة بملعب عن نابا وسعداء باكتشاف ذات الأجواء مرة أخرى يوم المباراة سنفوز بالأداء والمباراة سنفوز بالأداء والتاكتب لأننا نتيجة جديدة وأما اليوم المعينة الحمد لله رب نظن الشعور الحمد لله يوم المستدعا هذا يجعلك تشعور بالفخر اعتزاز الحمد لله ربي جاتنا الفرصة تمنى ان شاء الله نكون عندها حسنة ونشاء الله ونشاء الله يقدرنا ان شاء الله باش نقدم الإضافة اللازمة إن شاء الله هذه الفرصة المواتية خاصة في أسبوع راح تلعب مقابلتين ثمنا إن شاء الله نحضره بقوة ونحقه لهدف التآهل إن شاء الله إن شاء الله إذا جتنا الفرصة إن شاء الله نقول لك الواحد بالخبرة الزغيرة اللي عنده إن شاء الله يقدر يقدم الإضافة ويقدم المستوى المطلوب منه باش يكون عند حسن ظن المدرب وعند حسن ظن الشعب الجزائري الحمد لله يا ربي ما كانش لي ما يكونش ساعد بالدعوة على المنتخب الوطني الحمد لله يا ربي وفقني باش اليوم رأني في المنتخب إن شاء الله نزيد نخدم إن شاء الله بش مدرب الحمد لله الناس كامر رح بتبين احنا يا جدد الناس كامر رأيوا يا بالمسؤول يالعينا إن شاء الله نقدموا ديوم عالش ملاح باش نضمنوا تأهل إن شاء الله كاسي فريغي إن شاء الله إن شاء الله أخويا إن شاء الله الحمد لله الواحد اللي يمع هنا إن شاء الله نزيد نخدم باش الواحد دي يبقى هنا في المنتخب إن شاء الله إن شاء الله أخويا إن شاء الله ومعنا من مركز تحضير المنتخبات الوطنية الزميل بلال بناري بلال مساء الخير بك ما الجديد في حصة اليوم وكيف هي أجواء التحضيرات داخل المجموعة مساء الخير تحية لك يا زميلة لبناء طبعا الجديد في التشكيل الوطنية التي تواصل واتي الحصة التدريبية واندماج كل العناصر التي استدعاها الخب الوطني إلى هذا التربص بما فيها العناصر الجديدة في صورة اللعب إبراهيم مازا لعب نادي أرطا برلين وكذلك سعدي ردواني في أول استدعاء له زكريا بوحلفية حارس مرمى النادي الرياضي القسنطيني عودة بوعناني والبقية في أجواء حماسية رائعة يواصلون التحضير من أجل هذه المواجهة المزدوجة بين المنتخب الوطني ونظره الطوغولي طبعا وانت تعلمين بأن المنتخب الوطني وفي حال تحقيق أربع نقاط في هاتين المواجهتين سيتأهل بصفتنا رسمية إلى نهاية كاس أمم أفريقيا عشرين ستة وعشرين وهو ما يعمل عليها الطاقم الفني واللعبين الذين يعولون على الدخول بقوة خاصة وأنهم سيواجهون الجمهور العنابي مرة أخرى بملعب تأسع عشر مايب عنابة وعلى ذكر مدينة عنابة ستستقبل المنتخب الوطني غادا بعد الظاهرة بعد نيوجري المنتخب الوطني حصة صباحية سيكون التنقل إلى عنابة لمواجهة المنتخب الطوغولي في العاشر من هذا الشهر بملعب التاسع عشر مايب كما أشرنا وبعدها مباراة العودة بلومي الطوغولية وكلهم عزم من أجل حسم ورقة تتأهل إلى نهايات كأس أمم أفريقيا نعم بلال شكرا لك على كل التفاصيل التي تفضلت بها كنت معنا مباشرة من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسا هذا وكان معسكر الخضر لهذا الشهر قد انطلق أمس بقدوم جميع اللاعبين متابع في هذا الفيديو أجواء الوصول وكذا التصريحات موسيقى 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 ما هو موسيقى 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 م hoppingب ord Буд S notch موسيقى لذي مالذير نعم هل بخير؟ ويا ، رابع هل بخير؟ نعم شكرا للمشاهدة وتحسبا للمباراة المرتقبة من المنتظر أن يحل منتخب الطوغوم سيت اليوم بمطار رابح بيطاط قادما من تونس على متن رحلة خاصة ويتوجه منافس الخضر إلى عنابة مباشرة حيث سيخوض تدريباته هناك قبيل المباراة المقررة صهرة الخميس بملعب 19 ماي بعنابة في خبر آخر أجريت أمس قرعة دورية المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية حيث تعرف رباعي الجزائري على منافسيهم وليد فرحاني يطلعنا على تفاصيل العملية في سياق التقرير التالي حلم تألق لندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية يبدأ من دور المجموعات البوابة التي تؤدي إلى مرحلة خروج المغلوب للوصول إلى المجد ملودية الجزائر حامل لقب البطولة الوطنية أوقعته قرعة دور الأبطال في المجموعة الأولى إلى جانب مظامب الكونغولي يونغ آفريكانزا الطنزاني والهلال السوداني الملودية تطمح في تخطي المجموعة رغم صعوبتها للمضي قدما بحثا عن التوهج الغائب من زمان ممثل الجزائر الثاني في ذات المسابقة شباب الوزداد جاء في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من الأهل المصري حامل اللقب وأورلاندو بيراتس الجنوب الفريقي وملعب أبيجان الإفواري وهدف الشباب العبور من جسر المجموعة أولا ثم البحث عن الذهاب بعيدا وتخطي الضوء الربع النهائي خاصة وأن الإمكانيات موجودة لأصحاب الزي الأحمر والأبيض في منافسة كاس الاتحاد الإفريقي يحمل ممثل الجزائر النادي الرياضي القسنطيني أمل عشاقه بعدما جاء ضمن المجموعة الأولى رفقة النادي الرياضي أصفاقسي التونسي سيمبا الطنزاني وبرافوس الأنغولي السنافر وبعد الأداء الرائع في الأدوار التمهيدية يطمحون لتألق اللافت في دور المجموعات أما اتحاد الجزائر حامل لقب النسخة قبل الماضية ومن حرم من التتويج بها في آخر النسخ أوقعته القرعة إلى جالب أسيك ميموزا ليفواري جراف السينيغالي وأورا بايون يونيتد البوتسواني أجموعتهم تبدو في متناول ممثل الكرة الجزائرية لكن شريطة التعامل بحزن فهل هي سنة تألق الكرة الجزائرية من نافذة المنافسات الافريقية في رابطة الأبطال وكأس الكاف دوليا وضمن تصفية كأس العالم لكرة القدم مجرى المنتخبول برازيلي ميرانه الأول استعدادا لمواجهتين نظيره تشيلي والبيروفي في مدينة ساوباولو بحضور 19 لعبا من أصل 23 استدعاهم المدرب دوريفال جونيور الذي وصف المبارتين المرتقبتين بالمهمتين للغاية وسينضم لاحقا إلى المعسكر كل من مهاجم برشلونة رافينيا ولاعب وسط باريسان جارمان لوكاس بيرالدو وماركينوس كما اضطر المدرب البرازيلي إلى إجراء تغييرات مقارنة بالقائمة الأولى بعد ضراره لاستبعاد المهاجم فينيسيس جونيور وحارس المرمى أليسون والمدافع إيدر ميريطاو بداعي الإصابة في خبر آخر أعلن لعب الإسباني السابق لنادي برشلونة لكرة القدم أندريس إنيستا اليوم اعتزاله النهائي من خلال فيديو مؤثر نشره على صفحاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي وظهر إنيستا صاحب الأربعين عاما في الفيديو متأثرا واكتفى بقول كلمات قليلة تلخص شعوره بعد نهاية مسيرته الكبيرة مؤكدا أن كرة القدم كانت كل شيء بالنسبة له وظهر إنيستا مع جميع المدربين الذين عملوا معهم خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الإسباني منهم بيب جوارديولا لويس إنريكي ولويس فان غال وغيرهم وارتبط اسم أسطورة خط الوسط بفريق برشلونة الذي لعب له 16 عاما بدأت عام 2006 شارك خلالها في 647 مباراة وسهم في صناعة أمجاديا النادي بتسجيله 57 هدفا و135 تمرير حاسما وكان إنيستا أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا حيث مثله في 131 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا وصنع 30 وتوجى معه بثلاثة ألقاب تاريخية هي كأس العالم 2010 كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012 نمر الآن إلى عالم الكرة الصفراء أقول قبل ذلك أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مهاجمه فيران توريس تعرض لإصابة في عضلات الفخذية الخلفية وقد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 هسابيع من جهته أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس ديلا فوينتي أن توريس سيغيب أيضا عن مباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية أمام الدانيمارك يوم السبت المقبل وسربيا يوم الثلاثاء في عالم الكرة الصفراء تأهل لاعب التنس اليوناني ستيفانوس سيسيباس المصنف الثاني عشر عالميا لدوري الثمن النهائي من برولة فانكهاي الصينية ذات الألف نقطة بعد فوزه على الفرنسي أليكسندر مولر بمجموعتين دون مقابل بواقع ستة ثلاثة سبعة خمسة يضرب موعدا مع الروسي دانيال ميدفيدا في الدوري الثمن النهائي وفي مواجهة أخرى تغلب الفرنسي غايا المونفيس على مواطنه أوغو أمبير بمجموعتين مقابلة واحدة بواقع سبعة ستة اثنان ستة وستة واحد وأصبح مونفيس صاحب ثماني وثلاثين عاما ثاني أكبر لاعب يصل إلى الدوري الثمن النهائي في تاريخ بطولة فانكهاي بعد سويسر المعتزل روخ الفيدرار أقول وسيلتقي مونفيس في الدوري ثم النهائي مع الإسباني الشاب كارلوس الكاراز المصنف الثالث عالميا المصنف الثالث عاما نهاية جولتنا الرياضية شكرا لكم على كرم المتابع والإصغاء السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة